بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد في باب ما جاء في كثرة الحلف قال رحمه الله وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا فيه أنه كلما تعخر الوقت فإن الناس يتغيرون وتخفوا الأمانة فيأتي ناس يشهدون ولا يستشهدون يعني يشهدون دون أن تطلب منهم الشهادة وينذرون ولا يوفون والنذر قال الله جل وعلا في وصف عباده المؤمنين يوفون بالنذر فوصفهم بأنهم يوفون بالنذر في حين أن هناك قوما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وينذرون ولا يوفون ينذرون ولا يوفون يعني خفت الأمانة عندهم خفت دين حتى إنهم ينذرون والنذر إذا صدر يجب الوفاء به إذا كان نذر بر يجب الوفاء به لأنه تعهد من العبد بينه وبين ربه في أن يفعل الخير وهذه علامة خير فيهم أنهم يوفون بالنذر على العكس من الذين يأتون في آخر الزمان فإنهم ينذرون ولا يوفون ولا يوفون بنذرهم وهذا نقص في إيمانهم نقص في دينهم لا شك أنه كل ما تأخر الزمان تغيرت الأهوال ونقص الدين إلى أن تقوم الساعة والناس في نقص في دينهم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى فبقي على الدين الأرض لا تخلو من هؤلاء لكنهم يقلون في آخر الزمان نعم قال الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد قوله في الصحيح أي صحيح مسلم وأخرجه أبو داود والترمذي ورواه البخاري بلفظ خيركم قوله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني لفضيلة أهل ذلك القرن في العلم والإيمان والأعمال الصالحة التي يتنافس فيها المتنافسون ويتفاضل فيها العاملون فغلب الخير فيها وكثر أهله وقل الشر فيها وأهله واعتز فيها الإسلام والإيمان وكثر فيها العلم والعلماء نعم خير القرون القرن الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان أهله في أعلى الدرجات من الإيمان والإحسان وفعل الخير والابتعاد عن الشر لأنهم تربوا على النبي صلى الله عليه وسلم وتتلمذوا عليه فلما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم تأخر الزمان تغير الحال كل ما بعدوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم تغير الحال ونقص الإيمان فيهم إلا من شاء الله سبحانه وتعالى لأن الأرض لا تخلو من أهل الخير لكنهم يقلون ويكثرون نعم ثم الذين يلونهم فضلوا على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم وكثرة الداعي إليه والراغب فيه والقائم به نعم خير القرون القرن الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعد قرن الرسول يتناقص الخير لا يعدم لكنه يتناقص وكل قرن أنقص من الذي قبله حتى تقوم الساعة وكل ما تأخر الزمان يقل للخير ويكثر الشر إلا أن الخير لا يعدم بل يكون له بقية وله أناس يوصفون به لتقوم الحجة على الخلق نعم ثم الذين يلونهم فضلوا على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم وكثرة الداعي إليه والراغب فيه والقائم به وما ظهر فيه من البدع أنكر واستعظم وأزيل كبدعة الخوارج والقدرية والرافضة فهذه البدع وإن كانت قد ظهرت فأهلها في غاية الذل والمقت والهوان والقتل في من عاند منهم ولم يتو نعم فلا شك أن كل ما تقدم الزمان يعني كل ما كان في الزمان الأول فهو خير من الزمان الذي يأتي بعده وذلك لكثرة أهل الخير في الزمان الأول وقلتهم في الزمان الذي بعده قوله فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة هذا شك من راوي الحديث عمران ابن حصين رضي الله عنه والمشهور في الروايات أن القرون المفضلة ثلاثة الثالث دون الأولين في الفضل هنا كل ما تأخر الزمان فإنه ينقص الفضل لقلة أهله وكثرة من يعارضونه ويأخذونه ويأخذون بالآراء الجديدة التي لا أصل لها ولا دليل عليها وهناك دعاة للضلال يكثرون كل ما تأخر الزمان يكثر دعاة الضلال ويقل دعاة الخير لكنهم لا يعدمون والحمد لله نعم والمشهور في الروايات أن القرون المفضلة ثلاثة الثالث دون الأولين في الفضل لكثرة ظهور البدع فيه لكن العلماء متوافرون والإسلام فيه ظاهر والجهاد فيه قائم ثم ذكر ما وقع بعد القرون الثلاثة من الجفاء في الدين وكثرة الأهواء فقال ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون يعني القرن الثالث يظهر فيهم المخالفات من ذلك أنهم يشهدون دون أن تطلب منهم الشهادة فدل على أنهم لا يبالون بالشهادة لغلبة الجهل فيهم ولقلة الدين أيضا نعم فقال صلى الله عليه وسلم ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون لاستخفافهم بأمر الشهادة وعدم تحريهم للصدق وذلك لقلة دينهم وضعف إسلامهم نعم لقلة دينهم وضعف إسلامهم فهم يشهدون دون أن تطلب منهم الشهادة فدل على قلة الدين فيهم لأن الدين يحجز أصحابه من المخالفات الشرعية ومنها أنهم أن الشاهد لا يشهد حتى تطلب منه الشهادة ويكون صادقا فيها وكونه يشهد دون تطلب منه الشهادة هذا دليل على أنه لا يبالي بشأن الشهادة ويتهاون بها لقلة الدين نعم قوله صلى الله عليه وسلم ويخونون ولا يؤتمنون وهذه المصيبة الكبرى أنهم يخونون في الأمانة ولا يؤتمنون لقلة دينهم قوله صلى الله عليه وسلم ويخونون ولا يؤتمنون يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أكثرهم يخونون ضد الذين يؤتمنون يخونون ولا يؤتمنون كل ما تأخر الزمان ظهرت هذه الظاهرة السيئة يخونون ولا يؤتمنون نعم قوله صلى الله عليه وسلم وينذرون ولا يوفون نعم وهذا خلاف الذين يوفون بالنذر فإذا نذر فإنه يوفي بنذره إذا كان نذر تبرر ونذر طاعة يوف بنذره قال الله جل وعلا يوفون بالنذر يوفون إذا نذر فالنذر يجب الوفاء به إذا كان نذر طاعة ولا يجوز تهاون به لأنه تعهد من العبد في أن يعمل الخير ويعمل البر لرغبته في ذلك نعم قوله صلى الله عليه وسلم وينذرون ولا يوفون أي لا يؤدون ما وجب عليهم فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم في المتأخرين هذه الصفات في المتأخرين يأتي قوم ينذرون ولا يوفون ويخونون ولا يتمنون ويظهر فيهم السمن هذه صفاتهم ظهور السمن فيهم دليل على قلة الخوف في قلوبهم خوف من الله في قلوبهم فالذي يخاف من الله يظهر عليه أثر الخوف فلا يكون يسمن في جسمه بل يكون نحيف لخوفه من الله سبحانه وتعالى نعم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين